الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف الست دي بتقول قصتها مع زوجها بعد عشرة دامت خمسة وثلاثين سنة بتقول هذه السيدة أن الرجل هو الذي يضحي بجميع الأشياء التي بين يديه ليعطيها لزوجته أو أبنائه أو لأمه أو أختي أو أباه أو حفيده الرجل هو الذي يضحي بشبابه وصحته من أجل زوجته وأولاده من خلال عمله بشكل متواصل وأحيانا لأوقات متأخرة دون أي تزمر أو شك وهو الذي يحاول بناء حياة عائلتي ومستقبل أولادي ولأدى به ذلك إلى الاشتغال بعملين أو أكثر ولو على حساب صحته وهو الذي يكافح ويناضل بشكل دائم ثم يتحمل عتاب أمه وأبيه وتوبيق رئيسه في العمل وفق كل ذلك فاللوم كل اللوم يقع على رأسه دائما الرجل إذا خرج للترفيه عن نفسه قليلا فهو إنسان غير مسؤول وإذا بقي في المنزل فهو رجل كسول الرجل إذا وبخ أبنائه إن أخطأ فهو متوحش وإذا لم يوبخهم فهو متساهل إذا منع زوجته من العمل فهو متصلف وإذا تركها تعمل فهو مستغل إذا سمع كلام أمه فهو خادع وإذا سمع كلام زوجته فهو خادع هو خانع فهو خانع ورغم ذلك فالأب هو الإنسان الوحيد في العالم الذي يتمنى أن يصبح أولاده أفضل منه في كل شيء الأب هو الذي يرضى عن أولاده ويدعو لهم بالخير وهو في قمة خيبة أمله منهم والأب هو الذي يتحمل أبنائه صغارا إذا داسوا على قدمين ويتحملهم كبارا إذا داسوا على قلبه والأب هو الذي يعطي أولاده أفضل ما يملك بل كل ما يملو إن لم يستطع أن يقدم لهم أفضل ما في العالم وإذا كانت الأم تحمل أطفالها تسعة شهور في أحشائها فإن الأب يحمل أبناءه في عقله وتذكيره والعمر وكله وتنتهي المرأة هذه المرأة الشجاعة التي تقول وتعترف احترموا كل رجل أو أب في حياتكم فأنتم لن تقدروا ولن تعلموا أبدا كما التضحيات التي يبزلها من أجلكم اعتاد أبو دجانا أن يكون في صلاة الفجر شوف القصة دي بقى الجميلة دي بتحكيها برضو أحنا إن شاء الله تعالى نحكي هذه القصة في لقاء آخر إن شاء الله تعالى وقصة أبو دجانا إلى لقاء آخر أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم